موسيقى السلام عليكم لدينا ثاني محاضرة في السنسوري سيستم هنتكلم فيها عن الحاجات السنسوري وبعد كده هنتكلم عن البين طيب اول جزء هنقول يعني ايه سماتو السنسوري كورتكس السنساشنز اللي بتدخل الجسم بتستقبل عن طريق الجسم كله وبعدين بتطلع الكورتكس في هذه المنطقة فين المنطقة دي ؟ المنطقة دي بتتمثل هنا هم في ال! جنبيا المنطقة دي والمنتققة دي او المنطقة دي دي المنطقة اللي انا لما اجيلي فيها احساس ههحس فيها بالمنطقة دي تانى واحدة بقى نوع الاعثاس ده و ازيها اهات يعني هاتا فاعل مع اعثاس ده وهنقولها بعد كدة تمام ماشي فانا هكلم اول حاجة عن السوميسو سنسري كورتكس ده بيقومونونغود فين زي ما قلنا في البري اللا مش البري بيبقى ونقود في البوست سنترل جايرس اللي هو في المنتقى الزيارة دي area which where most sensations are perceived الاعثاسات كلها بتستقبل في المنتقى دي بتبقى مقسومة topographically related to general plan of the body and its button in an upside down half of hominocles يعني ايه يعني انا المنطقة دي بيبقى فيها احساسات لكل الجسم يعني انا لو جيت اخدت coronary section كده ونزلت تحت هبصها لقى ايه هلاقي ان كل منطقة في الجسم لها ايه لها منطقة بتستقبل الاحساس بتاعها طيب هي ليه مقلوبة كده ليه inverted عشان المفروض ان انا عندي بيبقى الفيس تحت والايه والليجز بتبقى فوق زي ما احنا شايفين والمناطق دي بتتحس بتتحط حجمها على حسب الريسبتورز يعني المنطقة بتاعة الهاند بتبقى كبيرة والصم بتبقى كبيرة جدا والفيس كبيرة لان في الريسبتورز كتير وبتستقبل سينسيشنز كتير في المناطق دي اما الليج وبقى الترانك والحاجات دي فالريسبتورز الموجودة فيها قليلة فعشان كده عندي ايه عندي المنطقة اللي بتتمثل فيها بتكون صغيرة طيب يعني ايه سينسيشنز السينسيشنز ده ببساطة ان الجزء المخ ده بيفهم ازاي السينسيشنز اللي بتروحه انا عارفة ان اللي بيروح للمخ اكشن بوتانشيل كهربا مش يافق اسلاك ازاي بيعرف ان دي سينسيشن كانت حاجة شارب كانت حاجة صوفت كانبين ايا كان السينسيشن دي عن طريق السينسيشنز التشفير عشان افهم السينسيشن دي كانت ايه طبام وعن طريق بعض الحاجات والنيورون الفايرين انا بعرف ايه بعرف السينس دي او السينس دي كانت ايه طيب الاربع خطوات بتاعة السينسوري كودنج هم الريسابشن بعدين الريسابشن بستقبل الايه بستقبل الاستيميلوس بعد كده ترانستوكشن باخد الاستيميلوس اللي هي كالحاجة فيزيكل كالحاجة فيزيكل لحاولها الالكتركل هعمل منها اكشن بتانشيال طيب بعد كده الكودنج الجسم بقا هيعمل لها كودنج فو بعدين اخر حاجة الاهيرنس وبحس بيها وبيبقى فيه بعد كده ايه فيه بعدها possible conscious perception of the encoded sensory stimuli طيب aspects of sensory stimulus encoding فيه عندي بعض الحاجات اللي انا محتاجة اقولها في الايه في الاستيميلوس encoding اول حاجة المودالتي تاني حاجة اللوكيشن يعني intense او الامبليتيود intensity او الامبليتيود والثريشولد والطايمينج واخر حاجة neural map topography اللي احنا قلناها فوق لايه دي طيب يعني ايه مودالتي مودالتي يعني انا عايزة اعرف النوع بتاعت الاستيميلوس اللي جاتلي دي هي كانت ايه كانت mechanical ولا كانت photo ولا كانت عبار عن ايه طيب دي اول حاجة نوع الاستيميلوس المودالتي ثاني حاجة location هي جاي منين هل هي جاي من رجلي هل هي جاي من مكان تاني هل هو انا تخبطت من روصي مثلا فانا عايزة اعرف location بتاعت الاستيميلوس الانتنستي او الامبليتيود الشدة بتاعتها كانت ادي ايه عايزة اعرف amount of energy اللي جالي ده كان ادي ايه رابع حاجة threshold threshold دي هل هي عملية action potential فعلا ولا هي ما عملتش حاجة اصلا ولا هي كانت عددها threshold بكتير وخامس حاجة عايزة عارفها timing الاعداد ادي ايه طبعا لازم ابعارفة ان في نوعين ان في عندي tonic receptors و physical receptors ال physical receptors دي اللي بيحصل فيه adaptation بس عايتها انا مش هقدر اللي بيحدد timing بتاع stimulus كان ادي انما tonic دي اللي بيحدد اللي بيحدد فيها time كان ادي لانه بيتكرر كل شوية لكن ال physics بيحصل فيه adaptation طيب في عندي processing of the sensory output encoding the stimulus occurs at association areas يعني في association area اللي هي فوق هنا جنب المنطق دي اللي بيحصل فيه encoding with these areas function in the process recognition compared to post experience بتصرف على اساس ايه post experience سواء بقى كان اتشكت بحاجة سواء حصل لبين بسبب حاجة انا بيكون حصل ل experience قبل كده وديب تقوم موجودة في association area طيب ندخل على ثاني جزء من المحاضرة الى وهو ال pain ال pain بيحصل في free nerve ايه ترم الناس بيبقى موجود في الجلد تمام بتاع الميلينيتد c fibers والميلينيتد a fibers تمام الميلينيتد a delta fibers و a و الميلينيتد c fibers وعشان نبقى الميلينيتد a delta fibers دي بتبقى موجودة في الكوتينيس يعني في ال skin بس النما c fibers بتبقى موجودة في كل الاماكن اللي هنقوم هدلوقتي اللي فيها ايه اللي فيها pain طيب ال ال الريزبتورز دي بتبقى sensible strong mechanical stimuli زي pressure primbrick and squeezing of the skin يعني انا ضغط على ايه ضغط على منطقة وعينة او جبت مثلا دبوس وشكت بيها او ارص مسلا skin ده كل ده بيعمل pain وده mechanical pain طيب ثاني حاجة thermal sensation وده بيبقى لو تعرضت لدرج تحرير اكتر من 45 او اقل من 15 الاثنين دول بيعملوا pain ثالث حاجة عندي chemical stimulation وده agents كلها اللي ممكن تحرق او تسبب pain زي ال برادي kinin وال histamine وال prostaglandin وال hydrogen iron وده حاجات ممكن منها حاجات تطلع لما ايه لما يكون في مشكلة او pain الحاجات دي بتطلع والchemical substance بتعمل pain طيب pain بيبقى فيه free nerve endings واسمهم knock you receptors طيب بيبقى فيه adaptation في pain لا عمر pain عمر ما بيحصل لان هو بيؤدي الى حاجة خطيرة طيب stimulus بتبقى عبر عن ايه بتبقى عبر عن stimulus قصدي بتبقى poisonous أو harmful أو unpleasant stimuli اكيد بيبقى حاجة دائئة يعني بيسمعها knock stimuli وبتؤدي غالبا الى tissue damage الميكانيزم of the stimulus pain producing substances which include radicinin وhistamine prostaglandin potassium iron والأسد الحاجات دي كلها بتعمل pain طيب مثلا زي اين زي بني ايدا مثلا اتشك بدبوس اللي هيحصل اللي هيحصل انه هيروح sensation للbrain ال stimulus دي هتوصل لل spinal cord وبعد نتجع تعمل ايه بقى هيطلع لي nervous system هتطلع لي substance b لل blood vessels وهتطلع لي substance b للمost cells المost cells هتطلع لي histamine و البلود vessels هيحصل لها ايه هيحصل لها dilation تمام وهيطلع لي شوية حوش تكنب تانين كده زي الايه زي اله histamine والبوتاسيوم والبرودي كاينان والاي والبروست جلان دي كلها هتعمل ايه هتعمل pain في الاريه دي صحي المربع ده بيقول tissue injury causes release of chemicals وهتعمل receptors synthesize or activate receptors الانجري هي تت activate receptors فالنوران هتطلع علي substance b substance b هي تستيميلا المost cells وال blood vessels الهيستامين هتطلع من blood cells بيطلع لي pain اكتر طيب الترك بتاع البين ده بيحصل ازاي هيبقى في lateral spinoe thalamic tract وال fibers اللي بتبقى مسؤولة عن البين هي A delta وال C fibers طيب reaction بتاع البين الجسم بيتفعل ازاي مع البين ده عندي ثلاثة انواع من reaction ياما autonomic ياما motor ياما الـ autonomic ده بيحصل في حاجتين arterial blood pressure بتحصل لها حاجة من الاتنين لو هو mild pain وبين عادي كده ما فيش حاجة بيحصل لي increase في arterial blood pressure طب لو severe pain بيحصل لي decrease في blood pressure وال heart rate برضو بتتغير طعم ده الـ autonomic قلنا arterial blood pressure وال heart rate طب بالنسبة للموتور الموتور بيحصل فيها flexor withdrawal reflex يعني لو خبطت في دبوس او حاجة بيحصل reflexion في المسل دي فبترجعت تاني و rigidity of the muscles of the anterior abdominal wall if area of underlying the vestral main لو مثلا في المطقة البط بيحصل ايه rigidity للمسل دي وتالت حاجة ودي اسهل حاجة emotional reaction اما crying and anxiety increase muscle tone ايه الانسان بيضاقي ده طيب سرع جدا على spinal cord بعدين بتنزل بتنزل ايه بينزل motor neuron وبيخلي يعمل flexion و الحاجات بتاعت البين دي بتطلع وبيحصل ايه وبيحصل emotional reaction والحاجات اللي احنا قلنا هذي التالتة reactions دول طيب عندي three types لل pain sensation اول cutaneous ودي بتبقى carried بال ايه بال delta fibers احنا امدام شوية اللي بتبقى في ال skin وعندي visceral وعندي deep cutaneous على الجلد مبرة visceral في الاحشاء والdeep دي اللي بتبقى مثلا في joints او زي في arthritis والحاجات زي كلهم بيبقى فيهم C fibers مع cutaneous بيبقى فيها A والC ال A delta والC طيب pain classified to two types according to the onset and the duration of action بيتقسم لتقسم التن كمان من الواضح ان fast breaking pain ده حاجة بتبقى بسرعة جدا اما slow burning pain فدي بتبقى حاجة ايه بتبقى حاجة بسيطة الصوت بتاع fast breaking pain بيبقى في skin اما slow burning pain ممكن يبقى في skin ممكن يبقى deep tissues ممكن بيبقى في viscera الانصت بيبقى during the injury الفost بيبقى during the injury اما slow burning pain ممكن يبقى بعديها بشوية duration بتاعت fast بتبقى short والduration بتاعت slow بتبقى long طيب quality بتاعت pain بتاعت fast breaking pain بتبقى breaking لكن slow burning pain بتبقى burning and aching بتبقى حاجة ايه بتبقى خير location بتاعت fast breaking pain بتبقى اللوكولايز انا قدر حدد المنطقة الالية بالزبط اللي حصل فيها البين ده لكن slow burning pain بتبقى poorly localized يعني ايه مقدرش حدد المنطقة بالزبط مصابي بقى حوالين ما حول المنطقة دي perception بتاع بحس بيها في fast breaking pain 0.1 second بحس بيها لكن slow burning pain بحس بعد one second او اكتر afferent بتبقى A اما slow burning بتبقى C الترك عندي هنا في fast breaking pain neospinal thalamic tract لكن slow burning pain بتبقى pleospinal thalamic cms centers بتبقى في fast breaking pain cerebral sensory cortex اللي احنا قلنا عليه فوق لكن في slow burning pain بتبقى thalamus or reticular formation اخر حاجة depression عشان اقل البين ده في fast breaking pain pressure او hypoxia او withdrawal ان انا اسحب البين ده خالص او ان انا اضغط او اقل الاكسجن اما في slow burning pain فانا باخد drug او بعمل anastizia واخدر المنطقة دي طيب بالنسبة to cutaneous pain it is hypersensitivity of certain area of skin to pain sensation ده بالنسبة to cutaneous pain انها ايه بيحصل hypersensitivity منطقة معينة في skin بالنسبة لل pain الحص في skin types of hyper algesia and primary hyper algesia and secondary hyper algesia وانا ممكن انصف primary hyper algesia and secondary hyper algesia بتقريبا كده لكن ما دائريتين الجزء primary ده هو ايه الجزء اللي حصل في injury وال secondary ممكن نعتبره الجزء اللي حواليها طيب في primary algesia بتحصل في area of unhealthy skin which is red in color هاعتبرها المنطقة اللي اتخبط فيها الدبوس او اتشكت بها الدبوس pain threshold بتبقى lowered non painful stimuli بيتبقى painful يعني انا لو اي حد قرب مني او اي حد جيل مثل منطقة دي هتوجعني حتى لو الواجع ده او اللمسة دي بتبقى عادية جدا في العادي بس لان المنطقة دي حصل فيها حصل فيها injury فهي بتبقى منطقة بيحصل فيها primary hyper algesia وبتتأثر اقصى سرعة لهذه المنطقة حاجة اسمها githere example stumbard يعني لو انا حصل لي عاطف الشمس كتير مثلا فالجلد مش بيستحمل اي حاجة والreceptors بتبقى بتستقبل اي stimulus مهما كانت قليلة والthreshold بتقل خالص فاي حاجة قليلة بتأثر تمام لكن بعكس secondary hyper algesia بتحصل في الarea healthy skin surrounding or away from the site of the inflammation يعني حوالين المنطقة دي اللي حصل فيها injury او في اي مكان بعيد بيبقى في حاجة اسمها secondary hyper algesia pain threshold بتبقى not lowered وبتبقى normal او high يعني انا ممكن اتخبط في حتة ثانية وما حسش بيها او الاحساس بيبقى فيها عادي لان انا كل تركيز على المنطقة اللي فيها البرائمري hyper algesia الميكان بتبقى البرائمري تبقى البرائمري تبقى البرائمري تبقى البرائمري تبقى theory لكن هنا في secondary تبقى ال facilitation theory الاكزامبل زي في الثلاميك syndrome بس ده lesion الثلاميك syndrome دي بتبقى في منطقة كبيرة لكن انا في حتة صغيرة بتبقى بيها secondary hyper algesia طيب الديب pain لال pain failed during due to stimulation of pain receptors in deep structure بيبقى في المنطقة الديب زي المuscles والليгaments والجوين والperioste الكاركتر بتاعت الديب pain بيبقى slow بيبقى بالc fibers بيبقى ضل رجب قدار حددها فين بالزبط بيبقى fully localized ب initiative contraction of the near ischemic pain filled in muscle cramps زي لما حد تجدو شض عالي ده بيبقى deep pain ويبقى في كل الصفات دي النواة c fibers بيبقى dull بيبقى poly localized وبيحصل ايه بيحصل contraction it causes بتاعت deep pain ممكن تبقى للdeep structure حصل خبطة جامدة مثلا bone fractures أو inflammation أو arthritis في joint inflammation أو في severe muscle spasm زي في titani أو muscle ischemia vascular occlusion أو muscle spasm موسيقى